السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العبية لسنة الخامس ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهزة إتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل بيدياف إذا نقرأ النص مع بعض ثم نجيب على الأسئلة الماء ذو خصائص عظيمة فقد خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله أساس الحياة بل لا حياة بدون ماء قد تستغني بعض الكائنات الحية عن الهواء لكن لم يعرف كائن حي استغنى عن الماء يغطي الماء أكثر من ثلثي الكرة الأرضية ويوجد على أشكال متعددة محيطات وأنهار وبحيرات ولكن النسبة الكبيرة من هذا الماء شديدة الملحة ولا شك أن الماء ثروة يجب أن نحافظ عليها إذن مع أسئلة الفهم قال ضع عنوانا مناسبا للنص النص عن ماذا يتحدث؟ النص يتحدث عن الماء إذن العنوان المناسب للنص هو الماء أو نقول الماء أساس الحياة إذن العنوان المناسب للنص وهو الماء أو الماء أساس الحياة ثم قال ما هي النسبة أو نسبة الماء في الكرة الأرضية؟ قلنا يغطي الماء أكثر من ثلثي الكرة الأرضية إذن نسبة الماء في الكرة الأرضية وهي ثلثي الماء إذن نقول يغطي الماء ثلثي الكرة الأرضية ويبقى الثلث يمثل الأرض أو يمثل التربة ثم قال استخرج من النص مرادف كلمة كثيرة مرادفها إذن في النص نجد ويوجد على أشكال متعددة متعددة معناها كثيرة إذن كثيرة مرادفها متعددة متعددة ضد كلمة نصرف الإصراف عكسها وهي المحافظة هنا ولا شك أن الماء ثربة يجب أن نحافظ إذن عكس كلمة نصرف معناها نحافظ عكس كلمة نصرف أو ضد كلمة نصرف وهي نحافظ الآن مع أسئلة اللغة قال أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص نجد الجملة الأولى الماء ذو الماء ذو أو نضيف لها أيضا الماء ذو خصائص أي لدينا أيضا لكن النسبة الكبيرة إذن نبدأ بالماء ذو إذن لدينا هنا الماء إعراب الماء ذو إذن الماء قلنا أول كلمة في الجملة هي مبتدأ إذا كانت اسم معناها مبتدأ إذن الماء هو مبتدأ كيف المبتدأ دائما يكون مرفوعا إذن مبتدأ مرفوع وعلامة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ذو أيضا هي اسم إذن نقول هي خبر الماء ذو إذن ذو هي خبر نقول مرفوع وعلامة رفعه لأننا قلنا المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه هل الضمة؟ لا وعلامة رفعه الواو لماذا على مترفع الواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء لأنه من الأسماء الخمسة إذن ما هي الأسماء الخمسة؟ قلنا الأسماء الخمسة هي أب أخ حم فو وذو قلنا الأب هو الأب معروف الأخ أيضا معروف الحم هو أب الزوجة أو أخ الزوج الفو وهو الفم ذو وهو صاحب نقول ذو الأخلاق معنى صاحب الأخلاق قلنا هذا هما الأسماء الخمسة لكن بيس ليس بهذا الشكل يجب أن ترفع هذه الأسماء بالواو وأن تنصب بالألف وأن تجر بالياء أو تجر بالياء يجب أن ترفع بالواو أو أن تنصب بالألف أو أن تجر بالياء مثل نقول أبو أبو أبوك أو أبوه أو نقول أبو أحمد إذن يجب أن تقتر بالواو أو بالواو أو الألف أو الياء أو نقول أبا أو أبي ليس أبي أنا وإنما أبي ويأتي بعدها اسم أيضا الأخ نفس الشيء أيضا الحم أيضا الفو الفم وهو نقول فو أو فا أو في حسب الشكل الأخير إذا كان بالرفع أو بالنصب أو بالجر أيضا ذو أو نقول ذا أو نقول ذي إذن هذه نسموها الأسماء الخمسة تعرب حسب مكانها في الجملة إذن قلنا الماء ذو هي خبر مرفوع وإعلامة رفعي لواو لأنه من الأسماء الخمسة دائما نضيف وهو مضاف لأن الذي يليه ومضاف إليه خصائص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره مفهوم الآن مع الجملة الثانية قال لكن النسبة الكبيرة إذن لكن النسبة الكبيرة قلنا لكن كيف تعرب تعرب حرف نصب حرف نصب ماذا تفيد تفيد الاستدراك إذن حرف نصب تفيد تفيد الاستدراك النسبة النسبة وعلامة وعلامة نصب 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 الفتحة الظاهرة على آخرها مفهوم إذن هذا هو العراب لكن أين خبر لكن إذن حرف حرف جزم حرف جزم إن أو إحدى أخواتها جمع تكسير اسم إشارة قلنا حروف الجزم وهي لم النافية ولا الناهية تدخل على الفعل المضارع فتجزمه أي يصبح بالسكون إذن لدينا هنا لكن لم لم يعرف إذن لم هي من حروف الجزم إذن نقول حرف الجزم وهي لم حرف جر حرف الجر قلنا هي كثيرة منها عن الماء إذن هنا حرف جر ويليها اسم مجرور إذن عن هي حرف من حرف من حروف الجر إنا أو إحدى أخواتها إذن لدينا هنا لكن إذن قلنا لكن هي من أخوات إنا وما هي أخوات إنا قلنا لدينا إنا وأنا ولدينا كأن لكن ليت ولعل إذن هذا أخوات إنا جمع التكسير قلنا هو كل جمع قمنا بتكسير مفرده وأضفنا له حروف أو حذفنا منه حروف مثل هنا لدينا نهر أصبحت في الجمع أنهار إذن هذا نسموه جمع تكسير لأنه تم تكسير المفرد وإضافت له حروف أو نحذف منه حروف ليصبح جمع لذلك نقول جمع تكسير إذن جمع تكسير لدينا أنهار اسم إشارة قلنا هذا هذه هذان هؤلاء إذن هذه أسماء الإشارة هذا الماء شديد الملوحة إذن هذا هو من أسماء الإشارة ثم قال علل سبب كتابة الهمزة في الكلمات الآتية إذن لدينا كلمة مسألة ولدينا كلمة مؤونة إذن قلنا مسألة مسألة إذن دائما نقول كتبت الهمزة على ماذا كتبت الهمزة هنا كتبت على الألف إذن نقول كتبت الهمزة على الألف لأنها جاءت كيف لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها ساكن لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها ساكن إذن عندما تكون الهمزة في وسط الكلمة نبرر كتابتها بحركتها مع حركة الحرف الذي قبلها وإذا جاءت في الأخير نقول كتبت الهمزة على ماذا حسب حركة الحرف الذي قبلها فقط لدينا كلمة مؤونة مؤونة إذا نقول كتبت الهمزة على الواو كتبت الهمزة على الواو لماذا لأنها جاءت جاءت ماذا جاءت مرفوعة وما قبلها منصوب لأنها جاءت مرفوعة أو مضمومة وما قبلها منصوب أو مفتوح لأنها جاءت مضمومة وما قبلها مفتوح عفو لأنها جاءت مضمومة وما قبلها مفتوح مفهوم ثم قال اكتب الفعل يكتب على شكل كل الأفعال الخمسة التي يكون إذن قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اقترنا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة إذن يكتبوا على أي شكل تكون في الأفعال الخمسة قلنا مع الضمير هم في الجمعة نقول يكتبون يكتبون إذن قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع يقترن بواو الجماعة مرتين تكتبون لماذا قلنا يكتبون وتكتبون إذن يكتبون هم يكتبون وأنتم تكتبون إذن مع ضمائر المخاطب ومع ضمائر الغائب أيضا في المثنى نقول يكتبان يكتباني يكتباني وتكتباني أيضا معي المخاطبة أنت تكتبين أنت تكتبين إذن هذه الأفعال الخمسة التي قد يكتب عليها الفعل يكتب مفهوم عظيم ويقال إن الماء أرخص موجود وأغلى مفقود إذن هذه العبارة على ماذا تدل؟ تدل على أن الماء نعتبره شيئا بسيطا عندما يكون متوفرا لكن عندما نفقد الماء يمكن أن نشتريه بكل ما نملك أو لنشتري شربة ماء واحدة مقابل كل الأموال التي نملكها لذلك يقال أن الماء أرخص موجود وفي الخاتمة نحث على الحفاظ على الماء وطرق المحافظة على الماء إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو بتاعنا لنا اليوم أتركهم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته